اشتركوا في القناة وخلال اللقاء رحب معالي رئيس مجلس النواب السادة السفراء في بيت الشعب الذي يمثل ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه قبل ما يربع على عقدين مزهرين ضمن منظومة دولة المؤسسات والقانون التي قامت على أسس سورية رائدة وانطلقت لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأكد معاليها أن الموافقة على استضافة مملكة البحرين للجمعية السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي يعد دلالة على ثقة الدولية في الامكانيات التي تتمتع بها المملكة في احتضان أهم المؤتمرات العالمية من جانب عرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالثقة الدولية لإقامة هذا الحدث الدولي الهام على أرض البحرين لافتاً إلى أن ذلك يعد تأكيداً على ما تحقيقه المملكة من تقدم ونمو مشهود في العمل البرلماني والتشريعي ويؤكد المكانة المرموقة والسمعة الحسنة لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الديمقراطية التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وبمتابعة وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله